النهار ده وقعنا قدام السنغال تصفيات كاس العالم وقعنا طبعا هو اي منتخب قدام هنلعب قدام وهيبقى كبير احنا نتكلم بما خمسة كبار بس المواجهة مصر وسنغال في تصفيات كاس العالم دي شويفها ازاي لا هو اكيد خلي بالك كريم بردك انا حتى الفترة اللي فاتت في مصر ناس بتتكلم اه احنا بنتكلم في فترة احلال وتجديد فده طبيعي جدا في المنتخب خلي بالك يعني فيه لعبة بتبطل فيه لعبة بتخش فيه لعبة عمارة سنية بتكبر بتديش نفس الأداء بتاعك بتدولك فده موجود في العالم كله بس احنا بنتكلم في نقطة واحدة نقطة الانتقاء او الاختيارات او اللعبة اللي موجودة في الاماكن بتاعتها ولا هو انا ممكن يلعب مع المنتخب يعني المنتخب مصري يلعب بس يلعب كويس ويخسر مفيش مشكلة ناس مزعلانة بس انت لما يكون المنتخب ما بيقديش بشكل اللي انت على المطلوب او اللعبة موجودة في الامكانات بتعيتها او في الاماكن اللي احنا متعودين عليها بنشوفها فانت معاك جهاز فاني مصري لازم عليها اشتشير واشوف الدنيا ايه بالزات بالزات انت كمان انت بتريد اول لقاء اللعبة كلها مثلا بتلاعب مصطف محمد هافرايت بتلاعب صلاح راس حربة ومحمد صلاح عنده اللي هي الحتة من تحت من فعش تسلم بضهره بتلاعب مثلا ما تيجي تعمل بتلاعب تريزيجية لما بيأخد جاي من 6-7 شهور ارباط صليبي فلازم يقض على اجزاء فيها يعني فيها نكلم اللي هي الدفعات اللي هي مثلا من فرقة كسبانة فرقة ماشية بأداء كويسة قدر تديله الصقة نزله ربع ساعة في عشرين فدي كلها عوامل فدي نقطة اللي هي اللي عملت فجوة كبيرة بين الشعب مثلا والناس بتشجع كرة في مصر وكرش يعني نكلم وبعد كده ترجع تاني مرة رجع يعني رجع بعد كده المطش الاخير المطشين الاخرين لا ده اتحسن نوع عمال بس ما كان من اول كنت مكون ابدأ من شكل كبير بس اكيد هو ايه سأل الناس اللي معاه بس عارف انا انا واقف عنده نقطة ايه انه رجل عمل غلطة عمل حاجة غريبة وراح حسنها او عدلها ما معنيتش يعني دايما يتقال اني كيروش بس انت خلي بالك لو احنا بنتكلم في فنياتك كريم فيه اللي دي مش غلطة واحدة انت خلي بالك انا مثلا كنا بنلعب بطولة كاس العرب فكاس العرب طبيعي انت بيزهر لك الصف التاني او منتخب اللواء التاني زي ما الناس كلها مشاركة بالجزائر والمغرب منتخب بيسمون محليين بيزهر لك اللعيبة بتبقى مؤسرة بتقدر تتشغل بشكل كويس يعني انت مثلا انا جيت احمد رفعت قده بشكل مميز جدا لازم يكون موجود شايفين مروان حمدي لما بترى ياخد والناس كلها بترى تضغط الاعلام عليه مروان ما تحطش في القائمة الاولنية تاخد فين في الاخر خالص فانا بتكلم لانت قناعتك ايه يعني مثلا انت خدت مثلا محمد شريف ماتش مخطوش بقى كاي خط البطولة فهيه فيه رغاريتم شوية احنا شوهمين لو انا مثلا شايف كريم كويس هصر عليه انت فهم زي مثلا زي ما جاءنا بنتكلم مثلا كمان والجزي مصر على فلافيو قعد سنة ونص فلافيو ما بلعبش كور يعني ما بلعبها جاء بحرص هذا يعني بيلعب بس ما بيقدي بس راجل عنده قناعة وعنده شخصية راجل ده هيلعب فانا بتكلم هيدي تغييرات اللي بنتكلم اللي هو اللي هو هنسندك وندعمك في اي تغييرات انت عايز تعملها بس انت نفسك تصمم عليها يعني ما تتغيي يعني ما تغرش يعني ما تغرش سيستم بتاعك اي مدير فني عنده شخصية وعنده الادوات اللي عنده اللي بتنفزله لو الادوات عندي وشتا قد تنفزني ابتدأ اشتغل الخطة التانية البديلة بتاعت بس ما ينفعش اروح مبدل في يوم وليلة يعني وطاني حاجة في حاجات فنية بنشوفها مثلا تريسجيل سبادري ممكن اجيبه بعض كاسل الامم او انا كنت ممكن اعمل كونتاكت مع النادي بتاعه اللي هو مش بيشارك هناك هو تريسجيل اي بمطشين لاب مع ساكن تيم مطش كامل تحت ولاب مع ساكن فيل الاخر عشر داي كنت ممكن اخدوا الفترة دي كاسل عرب هم واش محتاجينه اللعبة كانت موجودة في منتخب مصر واكتر واحد كان بنقول لك الهجم المرتد دا في اسرع وقت فما ينفعش اروح اخده منزله حتى ترسجي القوة والسرعة بتاعته والوزن بتاعه واش موجودة فانا لازم على الال اشوف مثلا رمضان صبح مخدتوش ليه كاسل عرب وعلى كده رح تريح واخده ثاني في كاسل الامم لا او مخدش لعبة بلا منت كلهم مش كان عندهم عشان مرتش افرقيا انا معاك انا معاك بس انت كان فيه بردك فيه كلام فيه حوار لا انا ممكن اخد داوة ممكن مخدش داوة لازم تشوف اللعبة ايه بالظبط بس انا ما اتكلم انت بتاخد بتعمل حاجة وضدها يعني فدي اختياراته بس هي